السلام عليكم أصدقائي على قناة عنفذ القصيرة اليوم أحكيكم على الموضوع ليش الكبار بالعمر يعني أي شخص كبير يحس الشباب يعني مفاهمي ويحسهم مثلاً مو مثل بجيلا وشان جيلا أحسن وشان شقاكي فالشي يعني اسطوري ما شنو مالمن ممكن تعبان أكثر من عندنا جيل ماتوا مثال الممكن يعني تخيل احنا مستقبلاً ونكبرها منصير شقاكيين لقد خبتها ماثن 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 وعاش وعاش ماثن وحربي يتغل من حرف ماثن ماثن وراها وشاف له واحد شاب شو حياتنا احسن شو هو انكم مسلا ما قاعد تعبون جيل هالوكت يعني هو حياته اقس من عندك حايش انت ممكن انت تقعد تتعب اكثر من عنده فمشكلة يعني اكو ناس مثلا شياب يشيفون واحد شاب مثلا اذا او شنو ما يتعب مثلا لا مش شرط مش مدري قد انا اشوف ناس اساها بيجي زمن وتعبانين اكثر من عندكم انتم بزمن قابل مالا لا بالعكس هالزمن من غير شخصي اصعب 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 ليش لان اه قابل يعني مثلا تعيين اكو شان اكو شان تعيين صح حياته بالقليل شان بس اكو تعيينه وعداد البشرية اقل ما شان وثمانة مليار فالاكل موجود وشغلات اهوية احسن رغم ما اكو شغلات مو زينة ما اقول اكو شغلات مو زينة مثلا اكو شغلات يعني حرفيض هالزمن يعني اكو شغلات صادت اسهل من قابل وكو شغلات اصعب مثلا الحصول على وظيفة صعب صار يعني تخيل مثلا قابل مثلا ممكن يتعينون كل يتخرجون ممكن كلما يتعينون يعني ان هو موجود يعني تعينوا اسوال هالزبالزمن لا الاف ملايين اشخاص يتخرجون مثلا تدقى الف واحد منهم تعينوا وظل بالشيقان هان الامزي يا الله يتعين حتى قابل رواتب هستعم بتاع التعبان حتى تقول له رواتب احسن من قبل مو انت تحسب التضخم يعني مثلا مثلا قابل هستعملات بخمسمائة قابل مو شرنات باتتلاف دينار مثال مثال الجانب الامزي الماء هستعمل عقل من تلات تلاف دينار مثلا لان هالخمسمائة قاد طلاحة ما تكفيك مثلا 400 او الخمسمائة قاد طلاحة 300 مثلا ما قاعد تكفيك حرفين كل شيء الاجار مثلا خمسمائة ها طايا راتب ها حرفين الاجار طايا الراتبك بعد وراك مثلا مولدة وراك انترنيت وراك مثلا انت عيش عالتك مثلا مزوج انت هاي فميت الف شغلة راتبك ثلاث ملايين يلا يكفيك مثلاً تعيش حيات زينا فحرفين هو عبالة مثلاً خمسمية وهواي الخمسمية مو هو هواي وشغلة يضوج أصدقائي هو مفوضة احنا نعتب على الكبار بالعمر احنا تقول ليش؟ لأن هما أصلاً أصدقائي ما يفتهمون شي بجيننا مثل ما احنا ما نفتهم شي بجينكم مثل احنا انتو ما تفتهمون فمثل ما تقول شنا قبل نسوي شلان شغلة راح نسوي فلان شغلة مثال كيكون مثلاً يقول لك قبل شنا نروح لفلان مكان عم ناخذ مي هسا اكو مي بالبوالي مثال يعني غير تطور الدنيا مثلاً قبل شنا اما نسوي مثلاً مشروع تخرج مع الكلية مثلاً افتر مكاتب ونسوي فلان شغلة ونسوي المشروع غير اساس اصال حاسبات واسولة غير دي قاعد الدنيا قاعد تطور زين ليش قاعد تستخدم فيسبوك ويوتيوب واسولة واذا انت تكره التطور يعني دا حشي هالحجي مثلاً الحجي ليش قاعد يستخدم فيسبوك ويوتيوب وموبايل وتلفزيون وحاسب وممكن كل شي لا يستخدمه ليش؟ اصلاً ما يعرف يروف يستخدمه لان هو اصلاً ما مهتم بهذا الجيل حرفياً ما مهتم بهذا الجيل عايش على ذا يعني احنا مستقملاً ممكن مستقملاً يصير بنا نفس الشي ممكن مستقملاً انو الدنيا تخرج تطور فبعاية الثلاثة يقول اوه نشينا عالموبايل وين هستكت خلون شريحة دماغكم مثلاً مثال وين نشينا شريحة تخلونه مثال احنا مستش نسوي بذجيل الورانة فيا هي بعصات عدل عراقين كلما واحد يكبر يسوي هيتش حشو فا فممكن شافلة شام واحد اتخذنا فروض اكو ناس يحكمون غلط عد ناس مثلاً واحد شافلة شام واحد شزعطوط شايب هو مثلاً او مثلاً جهاله مثلاً فاشلين او اولاده حفاظه فاشلين كل الناس الشباب موزين مين علاقه؟ مين لا علاقه يا حجينة؟ مين لا علاقه؟ انا ما اقول لك انا خافة تقول عيبتش انا ما تحترم بالكبار بسنة انا ما اقولك ما احترم بالعكس هم واحد يقدرهم لازم اه؟ يعني حرفين انه الناس خطيئة يعني تعبوا بحياتهم بس بمعنى احنا ما قاعد نتعب بحياته انتو الشغلات اللي مريتوا بيها انا ما قاعد نمور بيها حتى لو انتو مريتوا بيها قبلنا مثال تقول انت انا بعد انا دخلت مدرسة ابتدائية شايبها ثواع الشايب يحشيلي قسطة مثال يقول دخلت ابتدائية متوسطة اعدادية كلية بعدين رحت فلانشي وسوت فلانشي بعدين تعينت وبعدين يهد الزواجة خلافة ابني صار بuche هاي الزواجات قاعد نمور بمي احنا قاعد هاي الزواجات قاعد نمور بيها مو الا انه غالة امرك و ثو au يختلف عن الزمن اللي اح يجي والقبلة هم يختلف كل زمن القبلكم يعني زمن أجدادكم اللي مو أبانا الزمن أجدادنا مثلا 1900 بداية هم يختلف عن زمنكم مثلاً شاروا مظهر فلاحين واسوار فيختلف عنكم مثلاً تشتغلون الصناعي واسوار يختلف يعني كل زمن يختلف عن زمن الوراء يعني همي نفس الشي يحشونكم مرة شبهت فيلم قديم مصري تاجة أربعينات قال العمر الشريف اللي هو سميت يعني حرفياً هو سميت يعني حرفياً قال لي شباب آخر وقت 1940 1940 تخيل ف تخيل ان هل هذه الدرجة صغائية يعني ف يعني كل واحد يعتبر انه الجيله هو الزين وجيله وراه هو المو زين مثال هو الجيل العاشبي وانت عشت حياة معينة ف بتعود على ذيك الحياة فما تبقى الدنيا واقفة على الشراط انت عشتها تتغير يعني تتطور تتطور حتى لو تتطور نحية الأنقس نحية الأحسن نحية الأنقس هي تتطور الدنيا حتى لو جيدك صح أحسن من جيدنا مئة مالا ألف مرة بس لك شراط نحنا جيدنا موجودة بجيدكم مثلاً الانترنت موجود شان بجيدكم اللي هات تطور بوجودة ستحالين ما مستحيل ما يكون بجيدكم وانت اخديري سونا عمية الواحدة قابل مثلاً 200 سنة مثلاً ففي حرفيه انها شغلات موجودة ستحال من زمن قبل أكو شغلات أصلاً متطورة تفيد العالم وكو شغلات موزينة مثلاً شغلات موزينة موجودة بكل الزمنة كل شغلات موجودة بأسول فأنت مفوض الشخص الشايب يتثقف بالشغلات الجديدة صارت مو شغلات موزينة يعني مثلاً التكنولوجيا ومالنسبة للشاب عادي يتعلم من تجارب ومالنسبة للشايب القبلة يعني عادي خليه إذاكي نصحة يقوله فأشان عادي مو مكوش بشي له ذاكي الشايب شخص عاش بقد حياتك ثلاث مرات مثلاً اذا عمره ستين سنة وانت عمرك عشرين ثلاث مرات عايش بجدك عايش تجارب يعني يعني عارفياً انا عايش هو مولو كل شي كل شي ها؟ فإن مفوض تتعلّب من عنده وتستفاد من عنده ها؟ لأن ها حارفياً هم قاعد يحيش نفس أ esas حيات حيات نفس الشي هم قاعد يحيش حيات وقاعد يواقب وقاعد شوي شوي يطور وهاي فـ لو كل وعد يفهم الثلاشق الثاني كان مجال يصدرش مشاكل أصلان ولا تجيب نسوانه تدور بعض هشغلة أضرب يعني إذا تخلي المرأي دوره رجال شايب ما تقدر تفهمه ها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر